تهرب المخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب ثالث يشكل أبرز التحديات التي تواجه معظم بلدان القارة الإفريقية وخصوصا بلدان الساحل والصحراء نتيجة المساحات الشاسعة للبلدان وتشعبها وكذا سهولة اختراق الحدود والمعابر لمعظم هذه الدول ويتجدد الحديث عن محاربة هذا الثالث وضرورة التصدي له من حين لآخر نتيجة تلاحق الأحداث وتتالي الهجومات المسلحة وإحباط محاولة إدخال المخدرات وتفكيك العصابات فقبل أيام تعرضت مدينة تنبكتو لهجوم مسلح على فندق باليميري حيث توجد بعثة تابعة للقوات الأممية وهو الهجوم الذي تبناه لاحقا تنظم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وقبل ذلك بأيام أحبطت موريتانيا عملية محاولة إدخال طن وثلاثمائة كيلوغرام من المخدرات إلى أراضيها عبر البحر إحباط قال وزير الداخلية الموريتاني أحمد العبدالله إنه استمر ثلاثة أيام وتم نتيجة تنسيق أمني وصفه بالمحكم وصف المنفذ العملية أيضا بالعصاب وقبل ذلك بأسابيع تم إلقاء القبض على السلفي الهارب من السجن المدني في غينيا وهو السلفي المحكوم عليه بالإعدام وقيل إن القبض ألقي عليه بينما كان سيعبر الحدود ربما لتنسيق مع بعض المجموعات الناشطة في المنطقة وتشهد عواصم بلدان السحل من حين لآخر هجوما مسلحا على أحد الفنادق أو المطاعم الموجودة بها وهو ما بات يشكل مصدر قلق لأمن واستقرار بلدان القار ويبحث قادة إثريقيا من حين لآخر في مؤتمرات إقليمية وشبه إقليمية وأحيانا دولية الموضوع الأمن كأبرز تحدي يواجهها ودفعت على إثره الثمن باهضا حيث سالت دماء عديدة وباتت كيانات دول وأنظمة مهددة بفعل سياساتها وآليات مواجهتها لهذه التحديات ورغم الحديث الرسمي المتزايد في بلدان القارة عن التنسيق الأمني بين البلدان إلا أن الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة تظل تحديا ماثلا وبقوة شكرا